مرحبا برج الميزان حبايبي برج الميزان أغلب اللي بتعرف عليهم بتكون صفاتهم كتير حلوة واللي هم بس دبلوباسيين شوي اللي هم برج الميزان عارفين بالضبط إيش المطلوب منهم إيش لازم يعملوا دائما بالوقت المناسب والمكان المناسب فيهم جاذبية مش طبيعية مكان يعني ما بعرف جنسيا أو بالمظهر هم جذابين جدا ولما تيجي تتعرف عليهم بتلاقيهم عن جد انه كمان مش فاضيين من جوا يعني مش من الناس اللي بس جذابين من بره وتقرب منهم تلاقي انه فاضي ولا إشي لا برج الميزان من أعظم الأبراج مع انه أصدقائي ميشكتار من هذا البرج لكن برج الميزان برج الميزان كتير الورق حلو برج الميزان حبايبي بالفتر الماضية كان عندك بالشغل خلينا نحكي أول شي عن العمل الشغل مع انه برج الميزان بيهتم بالعاطفة والشغل في نفس المقدار وبالصحة يعني هم عندهم توازن اسمه الميزان بيحب التوازن في كل شي ما بيحب انه يكون ناجح مثلا في العاطفة وفاشل في العمل او انه هاي أقل من هاي دائما بيحاولوا انهم يوصلوا لدرجة يكونوا راضيين عن حالهم من جميع النواحي عمليا وعاطفيا وصحيا كمان من الناس اللي بتهتم في أكلها وشربها وبشربوا مية كتير منيح وهم برج الميزان بيحبوا دائما بيطلوا بهاي الكريزما هما كريزما تكي كتير برج الميزان وهاي الصفات اللي انا عم بحكي انا رح تلعب دور كبير بالأشهر الجاي برج الميزان عانيت كتير كتير من ظلم في الشهر الأول والشهر الثاني بلش يخف بالشهر الثالث ورجع الشهر الرابع نيسان رجع للظهور لكن انا ببشرك انه هذا الأمر رح يعني ينقطع تماما ويتوقف تماما من حياتك العملية الأشخاص اللي كانوا ضدك رح تنتصر عليهم عمليا وعلى الملأ يعني رح يستحوا من حالهم انهم كيف كانوا يدبروا لك الأمور ويحكوا عليك من وراك ويعملوا كذا وكذا وكذا بس عشان انت سمعتك تخرب في الشغل حيكون في نصر كبير لإلك من بعد شهرين من هلا ما بقول انه الشهر الستة وسبعة مش اوكي لا بالعكس رح تكون بس رح تكون يعني انه التحسن تدريجي متى رح تحس تماما بالنجاح الباهر والانتصار على هدول الأعداء في شهر ثمانية أظن حتحس خلاص انه كل شي انفضاح الأسرار الأمور اللي كانت ضدك الحكي اللي كان ينحكى عليك كله مكشف انه كذب والناس رح تتعاطف معك كتير في هاي الفترة بس ما تكون مستعجل الأمور هذا بده شوي تروي لانه عم بيجي بالتدريج فبوصيكم برج الميزان تضلكم بهذا القلب الكبير اللي بيوسع الكل بتصبروا شوي لانه حيكون في عندكم سعادة كبيرة ونصر مش بس بالشول كمان بالعاطفة والصحة بطمينكم من ناحية الصحة بس بدكم شوي تنتبهوا لموضوع الضهر انه ضهركم يمكن يوجعكم ما بعرف من كرسي الشغل من الكتر الشغل اللي بيكون عليكم وعلى فكرة حيكون في ضغط شغل كبير بشهر ستة لكن النتائج حتشوفها بعد هيك حتنبهر من النتائج وحتحس انه تعبك في الشغل ما راح سدن من ناحية العاطفة المتزوجين في كانت مشاكل حتستمر هاي انا اسفة انه بقول انه حتستمر شوي هاي المشاكل اسبوع اسبوعين لكن بعد هيك الطرف الاخر رح يوعى على حاله رح يقول شو انا شو عم بعمل يعني اضيع برج الميزان من ايدي يعني حيعمل كل شي لحتى يرجع هاي العلاقة الحلوة اللي كانت بيناتكم هذا بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للعزاب حبايبي العزاب في خطبة في ارتباط مبين عندي في الاوراق في تساعات كبيرة في زواج في زفة في ما بعرف زغريد هيك اشي بموافقة الاهل طبعا الشخص اللي هتتعرفوا عليه ما كنتوا تعرفوه من قبل هو شخص حكيم كتير وشفاف مثلكم شخص جذاب كتير لبسه انيق جدا جميل من الخارج ومن الداخل ما بدي اقولكم انه يعني مية بالمية هو صافي او قلبه صافي هو اول ما حيتعرف عليكم حيحاول انه يعني مشرد صداقة وكذا واطلع وانزل بس حيلاقيكم وانتو الشخص المناسب اللي هو عم بيدور عليه لفترة طويلة لذلك يعني بدي الحلوان يا برج الميزان انا بدي ما ايلي علاقة لانو في زواج وعلى فكرة برج الميزان اا من الناس اللي بيحبوا يعني بعد الزواج يكون في عيلة كبيرة يكون في اولاد ولدين ثلاثة اربعة ما بعرف بيكون في عيلة ويكون لما هم بيحبوا هاي الاجواء كتير كتير ما بحبوا يكونوا وحيدين ابدا واللي كان معذبهم بالفترة الماضية انو كانوا شبه وحيدين مش وحيدين كان في معاك شخص او اثنين في الشغل اا لكن الزاد الطين بل للفترة الماضية انو كان في عندك كمان يعني بالنسبة للعطفة بالنسبة للشغل الثنين يعني هاي حتى الكروت فوق بعض الثنين كانوا مش اوكي بالنسبة اليك وعلى فكرة إذا كنت شاكك في الشريك، شكك على فكرة مش مزبوط، هو مجرد كان فيه فطور بالعلاقة، لكن ما كان جرح أبداً، هذا أنت بتهيئ لك، لأنه مبين عندي بالآخر أنه فيه سعادة كبيرة، فيه شخص حلو حيظهر في حياتك، شخص نضيف كتير من جوة، مناسب لك رزين، خلينا نقول برزانة برج الميزان، بس بدي إياك يا برج الميزان، تتفاقل شوي، وما تستعجل الأمور، أنا بعرف أنك صبور كتير على نجاحاتك، أنت من الناس اللي يعني بطبخوا الطبخة وبطولوا يعني بالطبخة، علشان بالأخير تكون النتيجة كتير حلوة، وبحب هاي الصفة طبعاً في برج الميزان، أنه من الناس هم اللي بيشتغلوا كتير على هدفهم، ما همهم شهر، شهرين، ثلاثة يشتغلوا على هدفهم، بس حطين في بالهم، يعني هم عندهم يقين أنه هذا الإشي حينجح، وفعلاً بالثلاث أشهر الجايين، أو الأربع أشهر خلينا نحكي، حيكون فيه انتصار كبير، حيكون فيه وفرة مالية كبيرة، الآن المادة يعني مش تمام، لكن أحسن من الأشهر الماضية، المادة عم تتحسن، الحب قلنا إنه بالنسبة للمتزوجين كان فيه شوية مشاكل، والحمد لله الأمور من حسن لأحسن، يعني الطرف الثاني ما كان يخون، حتى لو كان يحكي مع حدا، فهو كان بس من نوع ما بعرف إنه غلطة، هم مع حاسين حالهم غلطانين، بالنسبة للعزاب فيه سعادة كبيرة كمان، وفيه تجمهر للأهل والحبايب والأصحاب، فهو، وكمان برج الميزان من الناس اللي بنشروا الفرحة، يعني ما بحبوا يكونوا هم مبسوطين لحالهم، لما أنا أكون مبسوط، لا، لازم كل اللي حوالي يكونوا مبسوطين، ولازم إذا أنا كان معي فلوس، لازم كل اللي حوالي كمان يصيروا معاهم فلوس وأساعدهم، فهذا إشي كتير حلو بالميزان، ليش؟ لأنه شخصيته مبنية على التوازن والتكافؤ، بيحب الأمور دائما تتروح بمجراء، والصحيح هو إنسان مستقيم، وأنا كتير ببارك لك على الفترة الجاي اللي كتير حلوة، وغود لك لبرج الميزان. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر